أهلا بكم أعزائي طلبات وطلبات التعليم الفني مع حلقة جديدة مع تخصص ملابس الجهزة هنتكلم النهاردة عن تخصص ملابس الجهزة وإيه هي أهميته في سوق العمل وإيه المواد اللي احنا بنرسها في التخصص بتاعنا طبعا نحن عارفين أن الملابس الجهزة هي أساس العالم الصناعي وإن بدون الملابس ما نقدرش نستغنى عن صناعة الملابس بأنواحها وتطورت التكنولوجيا في صناعة الملابس وتطورت المصانع بالأجهزة الجديدة وعلى أحدث مستوى فمن خلال التطورات اللي حصلت في صناعة الملابس الجهزة تم تغيير المناهج بحيث أنها تناسب سوق العمل هنجح نقض مع بعض النهاردة فكرة عامة عن التخصص وإيه هي المواد الدراسية اللي احنا بندرسها وإيه المواد اللي بناخدها فترة الثلاث سنوات وإيه المواد اللي هي بتاخدها سنتين بس تعالوا مع بعض نشوف كده هنتكلم أول حاجة عن مقدمة عن التخصص بتاعنا بقول إن صناعة الملابس الجهزة من أهم الصناعات المؤثرة في التنمية الاقتصادية يعني هي بتساعد في الاقتصاد وبساعد في التنمية الاقتصادية لأن هي سلعة طلب عليها عالي جداً وسوق العمل عندنا والسوق بتاعنا بيبقى متطلب المنتجات دي بجميع عنوح القدرة العلمية والعملية في مجالات التكنولوجيا الحديثة تسهم في تكوين التفكير الواعي السليم إحنا من خلال التفكير الواعي السليم بنبدأ نطور في تكنولوجيا الملابس الجهزة وفي صناعة الملابس الجهزة والمنتجات اللي نقدر نقدمها في السوق حسب نوع المنتج وحسب المصنع وحسب استهلاك المصنع وحسب العرض والطلب بتاع السوق فأنا عندي فيه موسميات معينة بحتاج فيها ملابس زي ملابس المدارس وفيه موسم بحتاج فيه الملابس بتاعة الاعياد وفيه بعض الملابس اللي هي مستمرة طول السنة اللي هي الملابس الكاجول أو الملابس الكلاسيك ودي ملابس مستمرة في السوق بتاعنا ما بقدرش السوق يستغنع عنه نكمل مع بعض أهمية بقى دراسة تخصص الملابس الجهزة ليه أنا بقدرس في التخصص دوات القدرة العلمية والعملية في مجالات التكنولوجيا الحديثة تسم فيه تكوين التفكير الواعي السليم اهتمت الدولة بتطوير مناهج التعليم الصناعي لترفع من المستوى التعليمي للطالب يعني أنا الدولة عندي اهتمت بتطوير المناهج لرفع شأن مستوى الطالب ويكون ويكون على مستوى مهارة ويكون لائق ويخدم المجتمع والبيئة في صناعة الملابس الجهزة يعني الطالب ده لازم يكون على قدر علمي عالي ويوصل للمستوى المهاري ويخدم المجتمع والبيئة يعني يبقى فني فيه فني جيد يبقى أنا بديله المعرفة وبديله المهارة بوصل في الاخر فيه ان هو يبقى فني ماهر يقدر يطلع منتج جيد يبقى ده الهدف الاساسي من دراسة وتطوير المناهج في قسم الملابس الجهزة مواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتواكب تطورات ومتغيرات سوء العمل نيجي بها نشوف الرؤية بناء كوادر بشرية قادرة على استيعاب والتعامل مع المتطلبات العصف وتطور التكنولوجي السريعة يبقى أنا عندي هنا لازم أكون عندي موارد بشرية موارد البشرية اللي هم الفني اللي هم العمالة أو العمالة اللي هي تشتغل في مجال الصنوعة أو الفني الماهر اللي هيخرج يشتغل في مجال الملابس الجهزة لازم يكون عنده فكر وعنده معرفة وعنده مهارة ويكون عنده خلفية كبيرة قوي عن التكنولوجيا والتطور التكنولوجي يعني عنده فكرة عن الآلات والمعدات الحديثة المتطورة اللي موجودة داخل المصر ويكون اتدرب عليها ويكون يعرف كمان يشتغل عليها ده المهم جدا بالنسبة لنا كتخصص ملابس جهازة أنا أخرج من تخصصي أبقى فني ماهر على درجة عالية من المهارة في مهنتي ما يكونش معرفة فقط لأنا عايز أكون فني ماهر أقدر أشتغل في المجال ده وأطلع إنتاج جيد نكمل مع بعض تخريج عمالة فنية ماهرة مدربة على التكنولوجيا لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتواكب تطورات ومتغيرات سوق العصلي يبقى أنا لازم اللي يتخرج عندي من التعليم الفني يقدر يواكب التطورات اللي بتحدث في مجال الصناعة ويقدر يواكب سوق العمل الرسالة إيه هي الرسالة اللي بيقدمها قسم الملابس الجاهزة تقديم مادة علمية متميزة لطلاب التعليم الصناعي قسم الملابس الجاهزة تعتمد على الابتكار والابداع والتميز لمواكبة التطور التكنولوجي يعني أنا مش بقدم مادة علمية بس لأ أنا لازم يكون المادة العلمية بتاعتش يكون فيها ابداع وابتكار يعني إن أنا ما بقاش الملابس الوطنية اللي موجودة على طول لأني لازم أكون عمدي إبداع وابتكار في الملابس ده بحيث أن يتخدم سوق العمل أنا عندي فئات مختلفة في المجتمع لازم الملابس التي تبقى موجودة في السوق تكون مناسبة لجميع الفئات سواء الفئات كمان العملية احنا بنتكلم عن الفئات العملية لأني عندي فئات الأطباء فئات اللي هم الحرفيين فئات اللي هم الرجال المطافي كل ده من الفئات اللي هم ملابس خاصة فلازم يكون الملابس بتاعتي اللي أنا هنفزها ليهم تكون مختلفة تماما بخامات مختلفة عن الملابس العادية وكمان عندي الملابس اللي هو اليونيفورم اللي بيلبسوا بعض الشركات زي بعض البنوك بيبقى ليهم يونيفورم معين بزي معين كل ده بيبقى فيه إبداع وابتكار في الملابس يبقى لازم تكون الملابس اللي أنا بنفزها تكون فيها ابتكار ما تكونش تقليدية حيث ان تبقى فيه ركود في السوق لان عايزة دايما السوق بتاعي يبقى متغير ودايما يبقى فيه اقبال على المنتجات الجديدة نكمل مع بعض هناخد بقى فكرة عامة عن المواد الدراسية اللي بندرسها في قسم الملابس الجازة احنا عندنا المواد الدراسية اللي احنا بندرسها في قسم الملابس عندنا الرسم الفني اللي بنقول عليها مادة البطرون ومادة البطرون هي مادة اساسية بناخدها من الصف الاول والتاني والتالت والمادة دي هي دي اللي بتسعبني على ان انا ازاي اتعرف على الملابس يعني ازاي ارسم بطرون ازاي احول الموديل القدامي من موديل شكل الى خطوط هندسية على الورق طبعا في سنة اولى بيبقى لينا منهج بنعرف من خلاله ازاي اعمل جيبة ازاي اعمل بنترون بيجي في سنة تانية بياخد منهج على اكبر وعلى اوسع بحيث احني ان انا ازاي اعرف امسك المصطرة والقلم واعمل بقى تصميمات واعمل موديلات مختلفة واي موديل اشوفه اعرف ازاي ارسم له البطرون بتاعه فدي اول مادة بقول عليها من المواد الاسسية والمهمة جدا هي مادة رسم البطرون بتاع الملابس تعالوا نشوف احنا في سنة تانية هندرس ايه وايه اللي هستفيده بعد كده من المادة دي اول حاجة اهداف المادة ليه بدرس مادة البطرون الاساسي اول حاجة اتعرف على جدول المقاسات لملابس الاطفال احنا في الترم الاول في الملابس في البطرون هناخد البطرون الاطفال اول حاجة انا عندي اي زي ما شرحنا قبل كده ان انا ببقى عندي جدول مقاسات جدول مقاسات ده بيبقى فيه كل مقاسات بتاعة الاطفال من سن سنة لغاية ايه 15 سنة او 18 سنة لانه يعتبر سن الاطفال من وعندي عندي بقى اللي هو ايه الاطفال اللي هم البيبي ده بيبقى ليهم مقاسات معروفة كده وايه وليهم بطرونات معروفة احنا اللي نشتغل عليه بترون الاطفال اللي هو من سن سنة لغاية 18 سنة ان انا بعتبر ان ده من ايه سن الاطفال من خلال جدوى المقاسات ده بعرف المقاسات المتاحة عندي اللي انا بشتغل عليها لملابس الاطفال بعد كده بيبقى عندي بتعرف على طريقة اخذ المقاسات للاطفال ازاي اخذ طريقة اخذ المقاسات هي طريقة أخذ المقاسات بتاعتي بتاعة الأطفال التعرف على الطريقة الصحيحة لاستخراج الكياسات من جدول المقاسات إزاي أستخرج الكياسات من جدول المقاسات التعرف على طريقة رسم النموذج الأساسي الخاص بفستان الطفل بعدما بتعرف على طريقة أخذ المقاسات من الجدول الكياسات برسم ببدأ أعمل خطوات رسم البطرون لملابس الأطفال بعد كده باخد بقى اللي هي النواحي الفنية بعد ما برسم البطرون وتعلمه ايه هي النواحي الفنية اول حاجة ازاي اعرف اعمل المرض اللي هو بتقول عليه المرض البسيط ازاي اعرف اعمل ايه المرض اللي هو المرض البسيط اللي هو انه بيبقى فيه فتحات في الملابس بيبقى متركب لها ايه زراير وبعمل لها عراوي ده بقول عليها الفتحات اللي هي المختلفة بتبقى اول حاجة للمرض بعد كده التعرف على طريقة نسمي انواع مختلفة متنوعة لنماذج الاكوال اللي هي الكولة بتاعت الموديل انا عندي اكوال كتيرة زي الكل سبور الكل بيبي الكل البحاري يائة الاميس الفرنجي كل دي اكوال عندي بعرف كل كولة لطريقة رسمها ازاي وخطواتها ازاي وبطرونها بيبقى ازاي بعد كده التعرف على طريقة رسم النماذج الاساسي للقميس الفرنجي للتفل يبقى احنا اخدنا في الاطفال اخدنا الفستان وبعد كده اخدنا الاميس الافرنجي للتفل ازاي ارسن بطرون الاميس الافرنجي للتفل بعد كده ناخد ايه بقى التعرف على طريقة رسم النماذج الاساسي للبنطلون الطويل للتفل يبقى انا اخدت الاميس وهاخد كمان ايه البنطلون بدخل بقى بعد كده على طريقة التعرف على طريقة رسم النموذج الاساسي للقاميس الرجالي يبقى انا دخلت كده على ايه على الناحية بقى ايه اللي هو البطرون الاساسي للرجال وده هيبدأ في الترمي التاني اخد الاميس الرجالي بانواعه التعرف على طريقة رسم النموذج الاساسي للبنطلون الرجالي يعني كده برضه هبدأ أشتغل على إيه؟ على البطرون الأساسي للبنطلون الرجالي يبقى أنا هيخد الأميس الرجالي والبنطلون الرجالي هاجي بقى ندخل على المنهج الدراسي اللي احنا هناخده الباب الأول بقى هناخد إيه فيه بقى؟ أول حاجة الباب الأول دراسة جدول المقاسات للملابس الأطفال هيخد جدول المقاسات بالتفصيل إيه المقاسات اللي موجودة عندي في جدول المقاسات؟ طبعا محيط السدر محيط الوسط محيط اكبر حاج طول الضهر طول السدر طول الكم طول الفستان طول البنطلون الطول الكلي كل دي عرض الكتف كل دي الاطوال اللي بتبقى موجودة في جدول المقاسد طبعا بيبقى مكتوبة عندي فوق مقاس واحد مقاس اتنين مقاس تلاتة مقاس اربعة ده حسب السن او المقاس من ايه من سنة لتلات سنين وبعد كده من اربعة سنين لست سنين وبعدين من سبعة سنين لتسعة سنين بيبقى متقسم الجدول ممكن يبقى متقسم بالمقاسات او بالمقاس اللي هو مقاس واحد مقاس اتنين مقاس تلاتة ده اللي انا بتعرف عليه في جدول المقاسات بتاعتي وبشوف كل مقاس بيختلف عن التانية انا هنلاقي دوران السدر بيختلف من مرحلة لمرحلة من سن لسن دوران الوسط كذلك يبقى انا المقاسات عندي بتختلف ومن خلالها بتختلف ايه طريقة رسم البطرون مقاسات البطرون اللي انا برسل بعد كده هناخد دراسة طريقة استخراج الكويسات الخاصة بملابس الاطفال من جدول المقاسات يعني انا هطلع المقاس يعني انا مثلا اعمل مقاس لسن اربع سنين يبقى هبدأ اشتغل على مقاس اربع سنين اطلع بيه اطلع المقاسات بتاعتي من الجدول اشوف محيط السدر بتاعه كام محيط اكبر حجم كام طول الفستان بتاعي كام الكم العرض الكولة عرض الكتف كل ده بطلعه من جدول المقاسات الموجودة عندي طبعا دي طريقة اخذ المقاسات ازاي اخذ المقاسات من على الجسم في الامام وفي الخلف وده بتبقى واضحة في الكتاب عندنا المقاسات بتاعة الاطفال تالت حاجة بقى باخد دراسة النموذج الاساسي الخاص بفستان التفل باخد البطرون الاساسي ليه فستان الاطفال واعرف الاجزاء بتاعة الفستان بتبقى ازاي وبحددها ازاي وبارقم الاجزاء ازاي على البطرون وبكتب البيانات بتاعتي علشان اعرف افرق بين الامام والخلف وكل جزء من البطرون لازم اكتب عليه ايه اسم بتاعه معني كده بقى بدخل على دراسة عمل النموذج الاساسي للكم انا عندي كم نوعين من الكم عندي كم طويل وكم ايه قصير يبقى باخد طريقة رسم الكم الطويل وطريقة رسم الكم القصير وعندي بقى ايه في الكم ده بيبقى فيه كم بكشكشة من اعلى وفيه كم بكشكشة من اسفل وفيه كم باسورة زي ما احنا شايفين كده ايه الاشكال اللي عندنا للاكمان يبقى انا باخد كل انواع ده لان انا ممكن يبقى عندي فستان بتاع الطفلة اللي بكشكشة من اعلى واسفل لو بيبقى فيه استك من من تحت فيه كم بيبقى من اعلى بسه من اسفل لا وفيه كم بيبقى ايه معمول له متركب له اسورة فالاسورة بتعمل كشكشة ايه من اسفل في قلب الكم يعني هناخد كل الانواع دي في البطرون بتاع الكم هنكمل مع بعض هناخد بعد كده ايه تاني بقى هناخد دراسة طريقة عامل نماذج الاكوال المتنوعة زي ما احنا شايفين كده هنبص مع بعض كده دراسة طريقة عامل نماذج الاكوال المتنوعة اللي هي كل ايه لكل السبور كل بيبه كل البحاري والياقة القميس الفرنجي دي كده هناخد كل كولة لوحدها وطريقة رسم الكولة لوحدها وطريقة ايه تعشقها ازاي وازاي بركبها على الموديل بتاعه نكمل مع بعض كده يبقى اول حاجة دراسة طريقة عامل نماذج الاكوال المتنوعة الاسبور والبيبي والبحاري وياقة القميس الفرنجي وتمعنا ياقة القميس الفرنجي فيه اليقة القميس العادية اللي هي كل السبور وفيه القميس الفرنجي اللي هو بيبقى بنقول عليه كعب اللي هو كعب الكولة بعد كده هناخد دراسة طريقة رسم من اموذج المرد المنفصل والمتصل طبعا احنا زي ما احنا شايفين كده في البلوزة دي ان ده مرد متصل ومحتوط له ايه دونتيل على الحرف المتصل بيبقى من ضمن خط البترون ده اللي هو المرد البسيط المتصل بيبقى من ضمن البترون لكن المنفصل اللي هو بيبقى خارج البترون بوصله بعد كده بيه بقطعة الامام اللي عنده بعد كده هاخد دراسة النموذج الاساسي للاميس الفرنجي للطفل هاخد بقى الاميس الفرنجي عبارة عن ايه؟ عبارة عن طبعا اميس عادي بيبقى فيه مرد من الامام بيبقى فيه جيوب بيبقى فيه كول سبور او كول الاميس الفرنجي والكم بتاعه بيبقى اما كم قصير اما كم طويل بعد كده هاخد تكملة بتاعة الاميس اللي هو البنطلون الاساسي ازاي ارسم البترون الاساسي للبنطلون بتاع الطفل وبيبقى ايه؟ بانطلون طويل وبرد مرضو ممكن هناخد فكرة ازاي البنطلون برضو يبقى قصير بعد كده بادخل بقى على حاجات بقى جميلة قوي ودي اجمل حاجة فيه في رسم البترون او في تخصص البترون بتاعه في الملابس ان انا باخد موديلات متنوعة من الشرط ارتبط بالموديلات الموجودة في الكتاب انا ممكن يعجبني اي موديل من خارج وابدأ اعمله ايه بطرون بتاعه عشان ادرب ايدي على انواع كتير من الموديلات ولازم يكون الموديلات بتاعتي اللي انا مختراها تكون مختلفة يعني ايه؟ يعني يكون فيها اكوال باشكال جديدة يكون فيها اه مرض يكون فيها اه ممكن تركيب سوستة جيبت بسهلة قوي اه ممكن يكون فيها قرانيش اه كشكشة اه من لونين الموديل يبقى من لونين وازاي اعمل تعشيق من لونين اه طبعا الاشكال الاكمام المختلفة سواء كم طويل او كم قصير كم بكشكشة اه كم من غير كشكشة انا لازم انقوع من الموديلات اللي انا هشتغل عليها في الملابس بتاعة الاطفال لان الشغل في ملابس الاطفال بيبقى ممتع جدا ولما تضرب ايدك على البطرون بتاع ملابس الاطفال هتحس بالمتعة و هتحس ان انت بقيت ماهر جدا في مادة البطرون بتاعنا اه وهنستمتع بالمادة دي في البطرون ومع الموديلات الجديدة اللي هي هتبدأ تنفزها هنكمل بقى مع بعض برضو هناخد ايه بقى هناخد ازاي نعمل تعشيق للموديلات دي يعني بعد ما برسم البطرون بقى ازاي عشاء الموديل يعني ايه تعشي الموديل يعني انا هزاي هفصل قطع البطرون عن بعضها وارقم قطع البطرون عشان ما تلخبطش بينها وبين بعض طبعا بكتب على كل قطع الامام فين والخلف فين واذا كان فيه قصات بكتب برضو قصة واحد قصة اثنين وابدأ احط الورق ده البطرون بتاعي ده بستخدم الورق بديل القماش انا بستخدم الورق بديل القماش وحط البطرون بتاعي على الورق بلون مخالف بحيث ان انا اعرف ازاي احدد البطرون على ايه على القماش وكمان ازاي اعرف اسيب مسافات الخياطة مسافات الخياطة دي مهمة جدا لان انا ما برسم البطرون اساسي برسمه بدون مسافات خياطة لما ايجي حط البطرون على القماش لازم اترك مسافات الخياطة مسافات الخياطة دي بتبقى بتبقى الخياطة زائد التنظيف بتاع القماش اللي هو ايه بستخدم فيها مكانة الوفرلوك وازا كان فيها علمات الركورة ان انا هركب مسلا قصة هنا او هنا في بنسة اه في كورنيج لازم يكون موضحة على التعشيق بتاعي بعد ما برسم البطرون بتاعي بحدد مسافات الخياطة لازم اكون عارف طبعا احنا ايه مسافات الخياطة بحطها ازاي يعني حردة الرقبة بحط مسافات خياطة قديه بحط نص سنتي الجنيب بحط قديه بحط من واحد لاثنين سنتي يعني انا بحط بعمل اوفر وبقى ايه وبخيط طب الديل عندي مسافات الديل عندي الديل بيبقى ايه حسب ما انا عايز بيبقى ايه اما تانية عريضة بتبقى من اتنين لخمسة سنتي حسب الموديل بتاعي طبعا في الكم بسيب واحد سنتي مسافة التانية لو بولوزة برضو بتبقى اتنين سنتي طب لو لو انا هخيط مثلا اه القصة زي ما احنا شايفين كده في الموديل كده ان ايه القصة الامبير مع هتتركب في الجيبة من تحت وفيه كشكش يبا انا هسيب ايه واحد سنتي من فوق واحد سنتي من تحت بحيث ان انا ما يجي يركب هيركب ايه فيه الخياطة مع بعضها برضو لو فيه حزام اعرف الحزام ما قاسه قديه لو فيه اسورة احسب اسورة قديه يبقى كل ده نيها بتتحسب من خلال التعشيق وخطوات التعشيق بتاعنا عشان كده بقول ان ايه التعشيق مهم قوي ولازم اكون حافظ خطواته قويس جدا وبعدين برضو فيه حاجات ان انا بعرف عروض القماش ايه هي عروض القماش اللي انا اشتغل عليها في الموديل يعني انا عندي الموديل هنا مثلا لونين هل اللونين دولة الموديل ده القماش بتاعه نفس العرض يعني عرض الساتين زي المنقوش زي العرض العرض اللي هو الركامة اللي تحت السادة هل ده العرض ده زي العرض ده ممكن ايه قماش بقى عرضه 70 سنتي ممكن قماش التاني بقى عرضه ايه 150 سنتي او 100 سنتي او 90 سنتي يبقى لازم اعرف ازاي حط القطع القماش لا على حسب العرض بتاع القماش بتاعه نكمل مع بعض بقى عمل نموذج نموذج لتصميم القميس الفرنجي للتفل برضو هعمل التصميم بتاع هاخد الموديل وابدأ اعمل رسم البطرون بتاعه وابدأ احدد قطع ايه البطرون بتاعتي من على الموديل اللي هو طبعا انا عندي هنا في القميس بيبقى لامام قطعتين الخلفة بيبقى قطعة واحدة المرد هنا بقول عليه مرد متصل لان المرد هنا متصل بالامام على طول والكمة طبعا بباجي عشق بعشق اتنين قم انا برسم في البطرون واحد قم لكن في التعشيه بعمله اتنين قم طبعا الكولة هنا بعملها بس ما باجي عشقها بعملها ايه بعملها اتنين لان الكولة بتبقى كولة والبطونة بتاعتها بعد كده ما باجي عشق بقى لايه البطرون تعشيه البطرون احنا قلنا بنستخدم الورق بديل القماش فطبعا هنا انا براعي هنا مسلا لو القماش بتاعي منقوش او مقلم. ممكن اعمل خطوط التقليم على الورق اللي هستخدمه. بحيس ان انا لما اجي عشق او اكني بعشق على القماش نفسه. وراهي بقى عرض القماش بتاعه. يعني عرض القماش بتاعه اللي نوه دايما بيبقى عرض واحد. واجي احط القميس. طبعا انا ما بيجي احط البطرون. لو عاني انا هنا في الموديل بتاعي بيبقى ايه? الامام بيبقى على مفتوح. لان في مرض. والامام ايه قطعة واحدة. اه لان انا لو تانيها القماش هيبقى هيطلع للقطعتين. طب لو انا عاملاها على اه تعشيق ان عندي نوعين من التعشيق. تعشيق متني ان انا باتني فيه القماش. وتعشيق مفتوح ان انا بعمل عرض على طول. نازم برضو اعرف انواع ايه? التعشيق اللي انا هستخدمه. سواء تعشيق متني او تعشيق مفتوح. طبعا لو انا بعشق على متني بحط كل حاجة قطعة واحدة. لان هيطلع من عندي من على القماش قطعتين. يعني الاماميس هنا عندي الامام. ما اجي احط الامام هحطه على مفتوح لان فيه مرض من الامام. وهو مفتوح من الجناب. وهيطلع من عنده ايه? قطعتين. طب الخلف الخلف هحطه على متني لانه هو ما فيش قيغطة في الخلف. طب الكوم. طبعا ما باجي احط الكوم بحط قطعة واحدة لان الكوم عندي هنا ايه? لما يجي افرد القماش هيطلع لي اتنين كوم. طب البطانة الكولة عندي هنا الكولة هتطلع ايه? قطعتين واحدة اه اساسية والتانية ايه? للبطانة. لو بعشق بقى القماش لو اتعشق على مفتوح يعني هفرد القماش هيبقى عندي قطعة كاملة مش هتنيه. يبقى هحط من الامام قطعتين. هحط الامام كامل وحط الخلف كامل وحط الكم اتنين كوم. وحط الكولة مرتين. ده ميزة التعشيق لان ايه? بعرف افرق بين الكطع وبعضها. واعرف افرق بين عروض القماش واعرف افرق بين ايه? التعشيق الفردي والتعشيق الجماعي. لان احنا في ايه? التعشيق الجماعي ده بنقول عليه تعشيق المصنع. المصنع بيعشق على ايه? على مفتوح يعني بعمل لي عرض القماش ويبدأ يحط الكطع البطرون عليه. فده احنا بنتدرب عليه? على اساس ان ما ننزل الورشة نشتغل نبقى عارفين وفاهمين احنا بنشتغل ازاي? لان احنا هنشتغل بيدنا عشان نتعلم ونبقى ايه مهارين في تخصصنا. نكمل بقى مع بعض. عمل نموذج لتصميم بنطلون الطفل. طبعا احنا عارفين البنطلون بيبقى الامام قطعتين والخلف قطعتين وفيه في الامام فيه اللي هي البتالتة اللي بركب فيها السوستة. ممكن يبقى فيه جيوب لسق. جبين لسق من الخلف وجيب شق في الجنبين. او ان انا هعمل جبين جبين لسق في الامام وفي الخلف حسب ايه? حسب الموديل اللي انا بعمله. من خلال التصميمات اللي بعملها دي البنطلون ببدأ من خلاله بعرضه اعشق البنطلون اعمل البنطلون تعشي. لو انا هعشقه علاماتني حسب نوع الخامة اللي بستخدمها. دايما البنطلون لما بستخدمه باستخدم دي التعشيق بتاعه. باستخدم للبنطلون باستخدم دي كوماش دايما بيبقى ايه? اللي هو كوماش الترجال او ماش الجنس او الجبردين. فده الكوماش دايما بيبقى عرضه عرضين. فما بيجي اعشق البنطلون ممكن لو عشقته على ايه? على بفتوح. يبقى احط الامام كامل واحط الخلف كامل. طب لو عشقته علاماتني يبقى احط قطع واحدة من الامام وقطع واحدة من الخلف والجيوب والقمر والبتلتة بحطها في الجناب بتاعة البوائي بتاعة القماش اللي هي الهادر ودايما اروعي في التعشيق لازم يكون بعرف ازاي اوفر في الهادر يعني ايه الهادر يعني قطع القماش اللي هتطلع لي اثناء القص تكون قليلة جدا ما يطلعش ايه كتير واعرف ازاي احط القماش القطع بتاعة البطرون مظبوطة حيث ان ما يطلعش الهادر من القماش كتير لان انا لما اعمل هادر من القماش انا كده بخسر نفسي لو انا هخيط لنفسي وهخسر المصنع لو انا بشتغل جوه المصنع هنكمل مع بعض بقى نشوف الباب التاني هناخد فيه ايه اول حاجة دراسة جدول المقصات الخاص بالرجال طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا كزا نوع من انواع ايه اه المقصات احنا اخدنا قبل كده المقصات الحريمي واخدنا جدول المقصات الحريمي وازاي اقسها واخدنا برضو رسم البطرون ازاي مع اه نرسم البطرون الاساسي ازاي وانواعه بالبطرونات المسطحة والبطرون الببنس وده اخدناه في البطرون الاساسي لوال الحريم طبعا الرجال اللي هنا المقاسات الرجالي بيبقى كل قطعة من الرجالي ليها بطرون لوحدها يعني كل قطعة من الرجالي ليها بطرون لوحدها منفصلة لوحدها وليها طريقة اخذ في المقاسات لوحدها فعشان كده بقول ان انا باخد جدول المقاسات الخاصة بالرجال بعرف الجدول طبعا المصطلحات بتاعت الملابس للرجال بيزيبقى مصطلحاتها مختلفة تماما عن المسميات بتاعتنا بتاعت الحريم فلازم اعرف بالضبط ايه الجدول المقاسات وايه المصطلحات المكتوبة وازاي اطلع ايه استخرج المقاسات من ايه من على الجدول ناخد بقى بعد كده دراسة طريقة اخذ الكواسات للرجال الجسم الرجالي ازاي اخد المقاسات من على الجسم الايه رجال ايه هي الخطوات الصحيحة ان انا اطلع اخد بيها المقاسات من على ايه جسم الرجال هناخد بعد كده دراسة طريقة عمل النموذج الاساسي للاميس الرجالي التقليدي اللي هو الكلاسيك يبقى احنا هناخد الايه الاميس الكلاسيك طريقة رسم البطرون الاميس الكلاسيك التقليدي ايه ده وفي انواع من الامصان او فيه انواع من الامصون فيه الاميس الكلاسيك اللي هو التقليدي وفيه الاميس اللي هو الاسبور فاحنا هناخد الاول اميس التقليدي اللي هو ايه اللي هو الكلاسيك بعد كده هناخد طريقة رسم ايه طريقة رسم برضو البطرون الاساسي للاميس الاسبور ماشي يبقى احنا هناخد الكلاسيك اللي هو التقليدي وهناخد الاسبور بعد كده هعمل نمازج مختلفة من الاميس الاسبور هاخد تصميمات وانواع مختلفة وهرسم نمازج مختلفة من الاميس الاسبور عشان اضرب ايه ايدي على ايه على طريقة رسم البطرون الرجالي بعدني كده برضو هياخد طريقة التعشيق واحنا قلنا زي ما احنا قلنا طريقة التعشيق بتختلف ان احنا عندنا نوعين من التعشيق تعشيق ايه فردي تعشيق ايه جماعي واللي لوات عشيق المصنع ولازم اعرف احط قطع ايه البطرون ازاي طبعا الاميس الرجالي عندنا بيبقى فيه اه فيه برضو فيه مرض بيبقى فيه قصة اللي هي بيبقى قصة الكتفة احنا بيبقى عندنا في قصة كده في الكتفة الكتفة عندنا عند الرجال ما بيبقاش فيه خط كتفة بيبقى فيه قصة من الامام للخلف لان اه الرجال عندنا عندهم فيه مشكلة في ان هو الكتف بتاعهم مبقاش عندهم كتف فالملابس بترجع الوراء فما احنا بنعمل القصة دي فبتثبت الخط بتاع الكتف عند الرجال فدي برضو حتة مهمة جدا ان احنا لازم نعرفها في الاميس اللي هو الاسبور هنكمل مع بعض بقى هناخد بقى ايه دراسات دراسة طريقة عامل نموذج الاساسي للجاكت الصيفي يعني احنا اخدنا الاميس التقليدي واخدنا الاميس الاسبور بعد كده هناخد ازاي نعمل ايه الجاكت الصيفي اه هو في فريق من الجاكت الصيفي والجاكت الشتوي اه الجاكت الصيفي بيبقى زي يعني بيبقى قريب من الاميس بس بيبقى لومشا بتاعته اتقل شوية ولنفس pick for you الشكل بتاع الاميس بس بيبقى فيه جيوب فيه اللبات اه ده بيبقى شكل ايه الجاكت الصيفي البطرونه طبعا بيختلف عن بطرون الاميس لكن البدلة بقى اللي هي البليزر بتجيه ببقى ليها بطرون خاص بها وطريقة منفصلة يعني تماما وبتتعمل يعني ليها ناس متخصصة بتعمل البدلة الرجالي اللي هو البليزر يبقى الجاكت السفي اعتبر اسهل بكتير قوي من البليزر في تنفيذه لان البليزر بيبقى فيه بطرنة وبيبقى فيه حشو وبيبقى فيه ياءة لكن الجاكت السفي بيبقى قريب شوية من القميس بس بيبقى خامة بتاعته بتبقى اتقل شوية يعني ممكن تبقى ترجال تبقى جبردين تبقى تبقى خامة يقدر يلبسها في الصفي هناخد بعد كده البنطلون هنرسم البطرون الاساسي للبنطلون انا كده درست القميس بانواعه القميس التقليدي والقميس الاسبور خدت الجاكت السفي وبعد كده اخدنا ازاي ارسم البطرون الرجالي وهي طريقة رسمه وطريقة تعشيقه بعد كده يبقى انا عملت طقم كامل للرجال يبقى انا وصلت في المرحلة دي في سنة تانية درست ايه بقى ايه اللي انا استفدتوا من المادة بتاعتي ان انا عرفت ازاي اعمل فستان طفلة باشكال مختلفة بعد كده اخدت الاميس ايه اميس الاطفال اللي هو الاميس الولادي واخدت كمان ازاي اعمل بانطلون الولادي يبقى انا كده اعملت ايه اعملت ايه الفستان بتاع الطفلة اعملت البانطلون بتاع الاطفال والاميس يبقى انا عملت طقم كامل للولاد جيت بعد كده اخدت فيه الرجالي اخدت الاميس الرجالي واخدت الجاكت واخدت كمان البانطلون يبقى كده بعمل طقم كامل يبقى انا كده اخدت تلات قطم فيه سنة واحدة ازاي انا فزها وازاي اعملها بخطواتها يبقى انا كده استفدت جدا من المادة دي ان انا اخدت انواع مختلفة من البانطلون وازاي انا فزه زي دي اللي انا اخدته في سنة اولى ان انا اخدت ازاي اعمل ايه الجونيلا فانا لما جمع كل المعلومات اللي انا اخبتها دي بتبقى طريق يعني طريق عملي هختار بعد كده ايه اللي انا اتخصص فيه واللي انا اقدر اشتغل فيه وابقى فني فيه مهر واطلع فيه انتج بعد كده هناخد بقى حاجة مهمة او انا بعد ما رسمت البطرون وعرفت اه اه انواع انواع البطرونات اللي انا عليها والموديلات وعرفت طريق التعشير لازم فيه مادة تانية مكملة عندي في تخصص ملابس الجهاز اللي هي مادة ايه مادة الخامات واخمشة وخامات مساعدة المادة دي مهمة اوي ان انا اعرف نوعية الاكمشة اللي انا هشتغل عليها فيه تخصص فيه تخصص اللي انا هنفذ عليها المنتج يعني انا دلوقتي ايه اخترت المنتج ورسمت البطرون بتاعه طب هنفذ الايه على اني خامة مش لازم اعرف انواع الخامات دي واعرف ازاي اشتغل عليها واعرف ايه العيوب اللي ممكن الاقيها في الاقمشة دي وايه وازاي اتفادها وازاي اطلع المنتج بتاعي جيد دي المادة دي بناخدها في سنة اولى وبناخدها في سنة اولى اخدتوا انواع الخامات اللي هي الخامات ايه الطبعية وصناعية وتركيبية ومستخلصة واخدنا مواصفات كل ايه كل خامة اه من الناحية الطبعية والناحية الفزيقية وايه هي عيوبها وايه هي مميزاتها كل ده احنا درسناه في سنة اولى باجي بقى في سنة تانية باخد عيوب الاقمشة يبقى هي مادة الخامات بتساعدني في ايه بتساعدني ان انا اعرف انواع الخامات اللي انا اقدر استخدمها ويه ازا الخامات ايه يعني عندي نوعين من الخامات عندي خامات قصية اللي هو القماش اللي انا بنفذ عليه المنتج والخامات المساعدة اللي هي دخلة في صناعة المنتج زي الخيوط انا مقدرش استغنى عن الخيوط اللي انا بخيط عليه بركبها على الماكينة وبخيط من خلالها الحشو الدنطيل الفزلين السوسط الزراير كل دي بقول عليها خامات مساعدة للملابس كما انا لازم اعرف اه هي انواع الخامات وايه هي وكيفية استخدامها واعرف كمان عيوبها وميزاتها تعالوا نشوف مع بعض مادة الخامات بقى احنا بنستفيد منها ازاي في تخصص اول حاجة اهداف المادة اول حاجة بنقول التعرف على العيوب الشائعة للأكمشة المنسوجة وكيفية علاجة طبعا ايه الاكمشة المنسوجة احنا قيلين بعد كده ان اكمشة المنسوجة هي الاكمشة ايه اللي هي مفهاش من نسبة مطاطية زي ايه زي الترجال زي الجبردين زي الجنس اه زي الحرير الفيسكوز كل دي اكمشة ايه منسوجة يعني مفهاش اي خامة ايه مطاطية فالاكمشة المنسوجة بقولك ايه التعرف على ايه العيوب الشائعة الاكمشة المنسوجة وازاي اعالجها يعني ازاي لو جالي قمش في عيوب ازاي اعالجه وازاي ان انا اتفادى العيوب دي ده مهم قوي نكمل مع بعض كده التعرف على الاستخدام الامثل للأكمشة يعني استخدم الاكمشة دي في ايه يعني انا ما ينفعش مثلا اجيب قمش ستاير واعمله مثلا فستين صح? قمش استاير ليه استخدام معين انا باعمله ستارة قمش التنجيد مخصوص للتنجيد يبقى لازم اعرف ايه انواع الاستخدام الامثل الاكمشة الاكمشة اللي قدر استخدمها والاكمشة اللي ما ينفعش يصلح له يبقى قمش تنجيد واعمل منه ايه فستين لان ده هيبقى طبعا ما يناسبش الخامة نفسها ما تناسبش ده قماش معمول للتنجيد ما ينفعش ان انا اخده اعمل منه فستان اعمل منه طيير اعمل منه بانطلون يبقى كل اللي لازم اعرف ايه هو لاستخدام الامثل للاقماش كل قماش موجود لاستخدام معين حسب ايه بقى حسب التركيب النسجي بتاعه لان التركيب النسجي حسب هو اللي بيحددلي القماش ده استخدمه في ايه نكمل مع بعض كده التعرف على مظهرية المنتج النهائي يعني انا اما اجي كده اشوف القماش اللي عندي اتخيل المنتج اللي انا مختراه اه هل هل المنتج بتاعي هينسب كده القماش ده هينسبه ولا مش هينسبه يعني مسلا لو انا رايح اشتري قماش كده ليه هنفزه بشوف القماش ده بحطه كده على على ايدي او على جسمي كده اشوف وابص في المراية هل القماش ده هينسب ان انا اعمل منه موديل ولا غير مناسب لازم اكون عارف مظهرية القماش ده في المنتج المظهرية بتاعته هل هيبقى شكل المنتج النهائي حلو ولا وحش نيجي بقى ندخل بقى ايه على المنهج بتاعنا اللي احنا هناخده في الخميط اول حاجة بقى دراسة العيوب الشائعة للاقمشة المنسوجة وكيفية علاجها ايه هي العيوب الشائعة في الايه في الاقمشة المنسوجة وعالجها ازاي هنتعرف عليها تعالوا بقى نشوفها ما بعد اول حاجة عيوب الغزل يعني انا عيوب الغزل دي بتحصل امتى اول ما بيجيب الخيط والخيط يبدأ يحط في مكانة الغزل ويبدأ يغزل القماش عشان يطلعولي قماش فممكن فعيوب الغزل دي ممكن تباياه تباياه قده يحصل اه تعقيد في الخيط اثناء الغزل طيب يحصل ايه تاني ممكن ان فطلة الايه ابرة من الايبرد روح اه مكسورة فيحصل ايه ثقب في الاماش لان ايه الجزء بتاع الغزل ده حصل فيه ثب يبقى احنا دي من عيوب الغزل ايه ممكن يحصل عقد اسناء الغزل ممكن يحصل ايه ان ابرة تتكسر فيحصل ايه فلتة في ايه في الخيط فيحصل ثقب في ايه في الاماش طب هل دا ليه علاج اه طبعا بيحصل امتى بقى لما باجي اعمل المنتج بعمل حاجة اسمها فحص الاقمشر يعني بعمل حاجة اسمها ايه فحص بقى عندي قسم كده في المصنع اسمه فحص القمشر بشوف بعرض القمش ده على جهاز الفحص فبيشوف عندي العيوب بتاعت ايه بتاعت القمش ويبدأ يحط ورقة او يعلم على مكان الصوب بحيث ان انا لما طلعوا للقص يبقى اتفادى العيوب دي طب لو افرد الطوب ده العيوب فيه كتير جدا وما اقدرش اتفاديها بعمل ايه باركن الطوب ده جنبي وايه واقول ان هو لا يصلح ان هو يستخدم في ايه في التفصيل يبقى احنا بعرف ان اول حاجة دي عيوب ايه عيوب الغزل تعالى نشوف تاني عيبق اللي هو عيبقى بقى عيوب نسج القمش النسج والتريكون يعني العيوب النسج دي بتبقى موجودة في القمش النسج وماش التريكون النسج بتاعي بقى اللي هو يبقى عيوب ايه بقى ممكن تبقى عيوب طباعة عيوب صباغة دي بتبقى ايه واضحة قوي قوي عيوب الطباعة او عيوب الصباغة طب عيوب الطباعة عيوب الصباغة الاول هناخد استباغة ان انا اللون عندي لما باجي اعمل لون سادة بيحصل ايه بيحصل ان اللون مثلا خلص نحن هما بيجي وعملوا الالوان بيعملوا براميل كبيرة قوي كده بيحطوا فيها اللون بيعملوا فيها تركيب اللون فيبدأوا يعبوا السيلندر والسيلندر يبدأ يزبغ ايه ايه اتواب القمى شوية ايه دخلة على الماكين فبيحصل بقى ان ممكن اللون ده يخلص اثناء ايه اثناء ما هو شغال فبيبدأ يعمل اللون من اول وجديد فبيحصل ايه بلاقي فيه خط كده مستقيم كده فرق بين اللونين وبعضهم لانه لازم يعقى ايه لما باجي اعمل اللون مرة تانية بيحصل فلتة في تركيب اللون فلازم هيديني فرق الفرق ده انا بشوفه برضو على جهاز الفحص وانا ايه وانا شغال فبروح اعمل ايه بروح قاصص القماش على الخط اللي هو بتاع السبغة وخلي ده لون وده ايه وده ده الوحده وده الوحده لو انا ما خدتش بالي بيحصل لغباطة جامدة جدا في المنتج اول ما بيتنفذ انا ممكن الاقي المنتج نص نص الفستان مثلا لون والنص التاني لون تاني او الكوم يطلع لي لونين لون فاتح ولون غامل فهو لازم اخد بالي او من عيوب ايه عيوب النسيج اللي هي العيوب السبغة دي طيب ما نيجي بقى للطباعة لو انا بطبع ورد او وحدات او خطوط مقلمة بيبقى ساعات كده بعد بقى واثناء الطباعة كده لو العامل مش واخد باله بيبقى ايه فيه اللون بيعمل كالكاعة كده فبيسد السجب بتاع السيلندر يعني الوردات او الخطوط المستقيمة الموجودة جوه السيلندر بيحصل فيها ايه انسداد فيسدها فيطلع النصف كامل عندي ما يتعملش الطباعة بتاعته فيطلع الطب كده طبعا فيه عيب ان خط كامل كده ما طلعش فيه مثلا وردات ما طلعش فيه الخطوط المقلمة فبقول ان ده عيب ايه عيب ايه اتباع طب فيه بقى حاجة تانية بقى بيحصل ايه بقى بيحصل حاجة ما طلطيش يعني اللون اه بعد وانا بعمله التركيب بتاعه ما بيتعمل التركيب بتاعه الالوان ما تمزجتش مع بعضها فما جاي يعمل يعمل سبغة للقماش يزبغه فيروح ايه فيروح اللون يعمل ايه يعمل طلطيش هلاقي اللون ايه ملطش كده او مموج عندي فدي طبعا بي ايه بيسبب ان ده عيب من انواع من انواع العيوب ويبقى القماش هنا عندي بوز ما قدرش استخدمه في اي حاجة دي اللي هي انواع ايه دي من انواع العيوب ولازم اتفديها طبعا قبل ايه قبل القص يعني احنا شوفنا مادة الخامات مهمة ازاي ان انا ازاي من المادة دي اقدر اعرف استخدم ايه من انواع الخامات وايه هي العيوب وازاي تفديها تعالوا بقى نكمل مع بعض عيوب السباغة وتجهيز المنسوجات للاقمش مايجي برضو ايه ازبغ ايه ايه القماش احنا زي احنا شايفين كده شايفين الوان جميلة ازاي ممكن الالوان دي يبقى فيها طلطيش يبقى فيها اه فيها الوان نقط مش موجودة في بعض الاقمشة ما بتقبلش السباغة يعني في بعض الاقمشة ما بتقبلش ايه ما بتقبلش ان انا ازبغها فبيحصل فيها ايه بيحصل ان انا مايجي اخسلها اللي هي السباغة كلها وقعت فدي برضو لازم اعرف ايه هي الاقمشة ان انا اللي هي غير قابلة للايه ليه السباغة علشان ايه ماستعملهاش وفي بقى الوان بتايه بنقول عليها ان هي بتنزل لون يعني كل ما تتغسل تنزل لون السباغة بتاعتها مش سبت السباغة بتاعتها غير ايه غير سبت بعد كده عندي عيوب نقل وتخزين الاقمشة احنا عارفين ان الاقمشة بيجي لها رتوبة فلازم يكون التخزين بتاع الاقمشة يكون في مكان ما يكونش فيه رتوبة وكمان الاقمشة ما تترميش على الارض ما تتحطش على الارض لانا بعمل لها ارفف وعلقها عليها زي كده يحمي حطها على ارفف وعلقها عليها ماشي ناخد بعد كده بقى لاستخدام الامثل الاقمشة طبقا لخواصها الطبعية ازاي يستخدم هي الاقمشة وطبعا الخواص الطبعية بتاعت طبعا اقمشة مقاملة الاحتراق فيه اقمشة مقاملة الاحتراق اللي هي دايما بيلبسوها بتاع المطافي اقمشة مقاملة البلل زي التندات اللي انا بعملها عشان المطر وبرضو اللي هي الجواكت اللي بتتلبس عشان المطر اقمشة مقاملة للقهرباء ودول بيلبسوها اللي هو ما بتوع المطافي برضو وبتوع اللي هم الكهرباء الشركات الكهرباء بيلبسو اللي هو الأفارول прибقى ضد الكهرباء اقمشة مقاملة للتوبير وده مهم قوي ان انا قمش لما بيلبسو بيحصل ممكن بعد لابس اتنين лена الايه وبر فلازم ان انا قمش ان انا اختاره ميكونش فيه ايه فيه وبر بعد كده برضو اقمشة مقومة للحشرات اللي هي بقول عليها للعتة ان برضو ما يكونش الاقمشة فيها قابلة ان هي هيبقى جيلة حشرات او ايه او اتة هندخل بعد كده على الباب التالت مظهرية المنتج النهائي ان انا ازاي اوصل للمنتج النهائي بشكل جميل وشكل ايه شكل حق اول حاجة بقى طبعا التشتيب والتغليف والتعبئة للمنتج لازم يكون المنتج بتاعي التشتيب والتغليف والتعبئة عليه عليه مظهر عليه اساسيات وعليه حاجة مهمة جدا ان هو ازاي ان انا اشطى بالمنتج بعد ما بخلصه وازاي اغلفه او وعلقه او ايه احطه جوه اكياس عشان ما يحصلوش اي تهدير اثناء ايه اثناء النقل وبرضو يبقى سهل ان هو يوصل للمستهلك من غير ما يحصل له اي عيوب او المنتج يبقى مستهلك كده وواخد ايه المستهلك هيبقى مستهلك من المنتج وهو التعبئة بتاعته غير سليمة ناخد بعد كده عيوب الملابس أثناء التشغيل والفحص النهائي ودي اللي احنا بنقول عليها عيوب الخياطة أو عيوب الفحص عيوب الفحص اللي احنا ايه منقول اللي احنا قلناها قبل كده اللي بتظهر في الملابس آخر حاجة اللي هو بقى الفحص الابتدائي والفحص المرحلي والفحص النهائي وده بيتم مع المنتج بتاعنا طبعا أتمنى لكم التوفيق والنجاح احنا كده خلصنا المادتين الأساسيين بتاعنا اتمنى انتوا كنوا استفكتوا النهاردة من الحلقة بتاعتنا وتقدروا تقدر كل واحد فيكو كده بعد الحلقة دي يقدر يحدد الهدف بتاعه ويقدر يعمل مشروع خاص به ويقدر يواكب سوق العمل ويبقى متفوق ويبقى فني ماهر وده اللي احنا طلبينه من طلبة بتاعنا ازاي يواكب سوق العمل ويبقى فني ماهر وعنده مهارة في تخصص اتمنى لكم التوفيق والنجاح واشوفكم الحلقة القادمة على خير شكرا لكم شكرا لكم